سوف نقوم بزراعة غصن التوت في علبة العصير هذه هذا غريب ننتزرع في علب العصير بوجود الأحواض الزراعية الخاصة على كل حال أتمنى لك التوفيق وننتظر النتائب إعادة تدوير يا صديقي والمهم هو النجاح نشاهد الآن الغصن أنبت أوراق جديدة وثمار أيضا لكن الجذور إلى الآن لم تنمو ولكي يستمر هذا النمو الخضرية سيعطي الأمر للجذور بأن تنبو جميل جدا ولم أتوقع ثمار الغصن هذا عجيب كيف تنمو بدون جذور تنطص الماء والغذاء لا غرابة في ذلك يا صديقي لأن المسؤول عن النمو الحالي هو العصارة الموجودة وليس الجذور وتأتي فائدة الجذور لاحقا انظر معي الآن بداية نمو الجذور وهي تنمو وتتطور في أسفل الوعاء وسوف تشتد في الأيام القادمة وتزيد كثافتها وسوف يكبر المجموع الخضري بعد ذلك نعم أنا أراها الآن إنه شيء مبهر حقاً تنمو في هذا المكان الضيق شكراً شكراً على هذه المعلومات الفريدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة